قام العميد الركين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بزيارة إلى متحف الحرب الامبراطوري بالعاصمة البريطانية لندن ورافقت سموه سيدة داين ليس المدير العام للمتحف وتجول سموه في مختلف القاعات والأقسام وتعرف على مقتنيات ومعروضات المتحف التي تحاكي الحرب بل الحروب على مدى القرن العشرين وطلع سموه قائد الحرس الملكي على صور تاريخية لمشاركة مملكة البحرين في الحرب العالمية الثانية وابدى سموه عجابه بالمقتنيات والمعروضات المميزة للمتحف كما ثمن دور المملكة المتحدة في الحفاظ على هذا التراث التاريخي العسكري القيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة